السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بصحة جيدة وجدكم ان شاء الله اليوم فكرة عشاء جديدة و جديدة في نفس الوقت واحد الوجبة وهي رائعة اقل ما يقال عنها انها روعة ان شاء الله تجربوها وتنال اعجاب تلكم ونخليكم مع الطريقة والمقادير واول شي انا اخذ واحد الميقالات ونضيف لها فلفلة ونضف لها فلفلة حتي اخذر الخضر المنزل مثل الفلفل خضاء والفلفل 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 مهم عندكم اختيار يعني في اي خدار عندكم توجده على حسب الرغبة ديالكم وحسب الموجود غد ندفليهم قليل من الملح والابزار وغدي نشحرهم مزيان مزيان حتي تحمروا وغدي نخليهم جانبا في إناء غدي ناخد واحدة ربعا ديال البيضات متوسطين وغدي ننهرسهم هكتا نوضعهم في الإناء غدي ندفليهم ملعقة صغيرة ديال الملح وربع ملعقة ديال الابزار أو الفلفل أسود ونخلط مزيان البيت ديالي من البيت غدي نضيف نصف كأس ديال الزيت النباتي كيك تشوف معي العبار يعني بالكس ديال العنبة ممكن استعملوا يعني اي كاس متوفر عندكم غير عبروا يعني بنفس الكاس كملوا العبار وغد نضيف كاس واحد ديال الحليب حليب يعني عادي من تلاجة غدا نضيف كذلك واحد الكاس ديال الدقيق وغدي نحرك مزيان 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 خالط ديالي حتي انسى جميليا غدا نضيف كذلك هنا واحد نصف ديال الكاس الكاس الثاني هذا غدا نضيف النصف دياله غدا نضيف شوش معالق ديال الحلويات أو البيكن باودر ما يعدل واحد ال 15 جرام او 14 جرام وغادي نحرك العناصر مزيان حتى نحصل على واحد الخالط لكيشبه الخالط ديال الكيك بنسبالي انا فاستعملت يعني كاس ونصف وانتو ما غدا نضيفوا يعني تزيدوا حتى تحصلوا عني الخالط ديال الكيك هنا غدا نضيف باقي المكونات هنا البصل اللي شحرنا هو الفلافذ غدا نضيف عندي هنا شوش ديال الكاشير او المرتدلة او اللانشون او يعني كيف ما كسميه الدول الاخرين وعندي هنا واحد العلبة ديلتونة كذلك غدا نضيفها وعندي هنا اه الزيتون الاخضر قطعته هكذا دوائر وشوش ديال مع النونس والقصبور اللي قطعته مرقيق نقفح لهكا غدا نضيفهم حتى هما غدا نضيف كذلك جوبن كريمي يعني هاد الجوبن هدا ممكن تستعملوا هاد المثلتات هدا وممكن كذلك تستعملوا اي جوبن كريمي عندكم انا غنستعمل هادة دي الفلادرفيا هو اللي غدا نستعمل يعني بحال بحال نفس النتيجة هاد الجوبن اللي بنتك يعطيه واحد النكهة زوينة بساف وكيدف له يعني واحد المتق اللي هو زوين ممكن كذلك تعودوه بالجوبن المبشور يعني اي نوع عندكم ممكن تعودوه بفرماش حمر يعني اي نوع وممكن كذلك تديروهم بجوج يعني تديرو شوية من هدا المثلتات وتديرو شوية دي المحكوك سافر البنات هنية غدي نخلط هالمكونات ديالي كل هما بعدهم بها الطريقة هذي كنجيب هاكده واحد لطالك تدخل الفرن او لمول او اي حاجة عندكم غدي ندير لها هاكده واحد لطرف ديال ورقة ديال الزبدة باش هكتان متلسقش ليا يعني الخالط في الايناء يعني من الاحسن نتوضعو هاكده واحد ورقة ديال الزبدة اولا اللي ما عندكمش ممكن تهنو هكده بالزبدة تهنو مزيان بالزبدة وعاد تحطو فيها الخالط طفي غدي نوزع الخالط يلي بهاد الشكل اللي كتشوفو غدي نحاول هكده نبسطو يعني في جميع الفتكلاتي يعني نوصلو تل جوانب ونقدو هكد باش يجي يعني سمك واحد ما نجيجيها غليض ويجيها رقيقة واخر حاجة متأخر المستاء نضيف شوية الغرح فينا بنات غش بش بزاف ديال فرمج الموزاريلا وممكن كذلك تديروا يعني اي فرمج متوفر عندكم ممكن تديروا فرمج حمار ممكن اي نوع وكذلك غنضيف شوية ديال الزعتر ونحكو مبين الدية بهذا الشكل هذا وغدا نوضعوه على الواجه فكت عرفوا الزعتر كي توتى بزاف مع الموزاريلا ندخل الفرن يعني بدرجة الحرارة اللي بحال كيك يعني 350 حتى 350 حتى 350 حتى 350 حتى 380 وهذا هو الشكل دياله وغدا نشاعلو عليهم الفقح باش يتتحمر لنا يعني من من الأعلى غدا نقطعها يعني على حسب الرغبة يعني اللي تقطعه مرثوات كي كي ما بغيته غدا تشوفوا هنا هي الشكل ديالها من الدخل كيف وكيف يشوفوا القطع ديال المرتضيلا والقطع ديال الجبن كي يشوفوا فيها من الداخل كي يشوفوا واحد لمطاقل رائع واتسيتون والفرماج وان bize تشرح اكيد يشوفوا أحد والمكونت انتذف تمنى هات الأكل اللي قدمت لكم اليوم ديال لعشاء كنت ينزل أعجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا جرس وصلا جديد الفيديوهات خليكم على خير لكم سلام عليكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله إلى اللقاء